إذن يبدو أن الهدف من دفع دمشق مزيدا من التعزيزات العسكرية وذلك إلى المنطقة الجنوبية يتجاوز هدف إخماد حرك السويداء وإن بدى الأمر كذلك وفقا لمراقبينه تشير الترجيحات إلى ارتباط التعزيزات العسكرية بتغير المعادلات الإقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة وما سوف تؤدي إليه من نتائج تتطلب إعادة السيطرة على جبهة الجنوب وضبطها بحسب المرصد السوري التقارير كانت قد أشارت إلى وجود معطيات على الأرض تشير إلى بدء تحرك أمني وعسكري بالتعاون مع إيران بهدف إعادة انتشار الجيش السوري على الحدود الجنوبية ومنذ أسبوع بدأت دمشق بإرسال تعزيزات عسكرية على خلفية تصاعد التوتر في السويداء بعد احتجاز الأهالي عددا من الضباط بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن طالب جامعي اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية شهدت المحافظة اجتماعات ولقاءات بين زعامات دينية واجتماعية في المنطقة بهدف توحيد الصفوف وتجنيب السويداء أي عمل عسكري تقارير محلية ذكرت أن المعادلة الأمنية القائمة على خطف ضباط مقابل اعتقال مدنيين من المحافظة لم تتغير منذ عام 2014 الاعتقال التعصفي في سوريا لا يزال مستمرا وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي ذكرت أن حصيلة المختفين قسريا في سوريا قد فاق 111 ألف شخص منذ عام 2011 وحتى عام 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة